بالأمس أشرنا ولو بعنوان الفتوى قلنا بأنه هذه قاعدة عامة وهي أنه من صارت أو من اتجه إلى طهارة أهل الكتاب يكون بصدد توجيه كل الروايات اللي دالة على النجاسة أنها دالة أو ليست دالة؟ ليست دالة والعكس صحيح من صار بصدد نجاسة أهل الكتاب فتجد كل الأدلة من الفصط الأول والفصط الثاني اللي هي أضعاف الروايات اللي دالة على الطهارة اللي لم يجد مخرجا لها لا أقل يحملها على التقييم بعد لا يستطيع أن يتلاعب بها شيئا آخر لأنه من حيث الظهور تام من حيث السنة تام من حيث الآيات تام فماذا يفعل أعزائي؟ يذهب إلى أنها محمولة على التقية لماذا؟ لأن الإجماع والإعراض موجود مولانا والأدلة ببابك مولانا هذا الإعراض وكلام يسوي وليه هذا أنتوا تجدون بشكل واضح وصريح أعزائي تجدون بأن الشيخ اللنكراني صارت توجهه واتجاهه إلى ماذا؟ إلى الطهارة عندما اتجه إلى الطهارة هذه عبارته بشكل واضح وصريح هذه عبارته في المجلد الثالث أعزائي صفحة 654 ولعله نقلناها للأعزة فيما سبق التفت جيداً العبارة يقول وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الروايات التي استدل بها على النجاسة لا يمكن الاستناد بها عليها التفت لماذا؟ لعدم تماميتها من حيث الدلالة أصلاً لا يوجد دليل على ماذا؟ على النجاسة ليس فقط يوجد ونجمع جمعاً ماذا؟ جمعاً عرفياً فيما بينهم فنقول نحملها على الكراهة أو على الحزازة أبداً أبداً أساساً لا دلالة ولذا يحاول كل رواية مع ظهورها التام في النجاسة يوجهها إلى ماذا؟ إلى عدم النجاسة لعدم تماميتها من حيث الدلالة وأن أخبار الطهارة ظاهرة الدلالة فلا وجه لتوهم المعارضة بينهما أساساً لا معارضة سالبة بانتفاء الموضوع أعزائي ما أدري واضح أعزائي في المقابل التفتولي جيداً في المقابل مولانا السيد البجنوردي لأنه ذهب إلى النجاسة لأي سبب كان مو مهم الآن بعد ذلك سأشير تجدونه أعزائي في كتابه القواعد الفقهية المجلد الخامس صفحة 349 هذه عبارة التفتولي أعزائي 349 يقول وخلاصة الكلام إن هذه الروايات جميعها لا تخلو من المناقشات في دلالتها على طهارة أهل الكتاب كل روايات الطهارة شنوية لا دلالتها فيها مع أنه أنت وجدتم بأنها كالصريحة هذا ما رأي تقول نص ولكن كالصريحة في ماذا في طهارة أهل الكتاب ولكنه ماذا فعل ها كل هلات إما تقي إما أي طريق ولكنه ماذا آخر آخر سهم أعزائي أعزائي إعراض الأصحاب عنها وانتهى كل شيء ولو سلم ظهور بعضها أو جميعها في ذلك وخلوها فلا يصح الاستدلال بها بل لابد من طرحها وعدم الاعتناء بها لماذا لوجود الإجماع والإعراض عنها ولذا يأتي أعزائي في صفحة 352 يقول وذلك لما قلنا من سقوط أخبار الطهارة عن الحجية وإن لم تكن أخبار النجاسة في البين أصلا كاملا 180 درجة في مقابل منه الشيخ اللانكران يقول روايات الطهارة هي المحكمة حتى لم تكن عندنا شنو ها أقول روايات النجاسة ساقطة حتى لم تكن عندنا روايات الطهارة هنا يقول روايات الطهارة ساقطة إذن التفتوا جيدا أعزائي لماذا لماذا التفتوا من هنا يطرح هذا التساؤل وهذا التساؤل أعزائي مرتبط ببحث بحث من مصاديقه الجزئية الصغيرة التي لعلها لا أهمية لها أعزائي من هنا